بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنتبه العقول وتسعد الأرواح دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة عنوانها بيرتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي الكبير والعظيم بيرتراند راسل الحقيقة الرجل ده الكلام عنو يعني ولا حلقة ولا عشرين حلقة يكفر انا هعمل شرات سريعة سريعة جدا جدا بس يعني اتمنى اني استطيع ان اوصل شيء من هذا الفيلسوف الكبير قبل ما ابدأ هقول الكلمة كده احنا متعودين في الامس مسل شعبي مصري يقول لك هو ربنا عرفو بايه يوم الناس يقول لك عرفو بالعقل هي دي النقطة اللي انا هبدأ بيها و احنا عرفنا ربنا بايه احنا عرفنا ربنا بالعقل الحقيقة دي محتاجة شوية توقف و شوية بحث مع الفيلسوف الكبير ده حضراتكو عارفين يعني احنا بنقسم الموقف من الالهية على مستوى الفكر يعني سواء الفلسوفي او حتى الانسان العادي يا اما انه بليفر مؤمن يا اما انه ملحد يا اما اجنوستيك هو لا ادري يعني يا اما انسان مؤمن ان فيه اله وعلم اخر وبعد الموت حياة بعد الموت و كده يا اما انسان ملحد لا يؤمن بوجود اله و لا يؤمن طبعا بحياة اخرى بعد الموت يا اما لا ادري و ده مذهب فلسفي مهم جدا بمعنى انه انه اقتنع انه من خلال قدراته العقلية لا يستطيع ان يجزم اذا كان فيه اله او مفيش و اذا كان فيه حياة بعد الموت او مفيش ااااااااااااا ا اقولكوا حاجه عن رأي الشخصي انا طبعاااااااااااااااااااااا انا طبعااااااااا انا مغتم بموضوع ده من سنوات طويلة جداااااااااااااااااااااااااااااااااا EAcon نوع من النزاهة الفكرية يعني والصدق اقول ان انا لو مشيت مع المنطق فقط يعني مع العقل فقط هقولك ان اكتر حاجة متسقة مع العقل انك تقف في موقف اللي قدري مش معنى كده ان انا وقف في الموقف ده حلقتكم عارفين لكن ان لو انت عايز تجيب الحجج العقلية اللي بتثبت وجود اله او الحجج العقلية التي تثبت عدم وجود اله فالحقيقة هتلاقي ان متأسف لا دي تنفع ولا دي تنفع احنا الحقيقة مش بنعرف ربنا بالعقل احنا بنعرف ربنا بالقلب ده السؤال اللي انا كنت اقرب عليه اللي هو الاولاني العقل ده ما يوصلكش العقل ده لو ما توهكش العقل حيوقفك في موقف اللي قدريه لان الحجج دي لها ردود الحجج على وجود الحق سبحانه وتعالى وكتير من الفلاسفة قدموا حجج على وجود الحق سبحانه وتعالى وعلى وجود حياة اخرى وطبعا يعني حجج عقلية محترمة جدا لكن ايضا الفلاسفة غير المؤمنين قدموا حجج عقلية محترمة جدا فلو انت عايز تتكلم على الموقف العقلي الصرف حيبقى هو الموقف اللي قدريه هو اكتر موقف يتصق مع العقل بارتند راسل بقى عنده حوارات كتيرة وعلى فكرة انا بادعو حضراتكم انكم تشوفوها لانها موجودة على اليوتيوب حضرتك هتشوف بارتند راسل بنفسه وهو بيتكلم فهو في حواراته عنده حوارات طبعا مع بعض القصاوسة هم في جانب ان هم مع اسبات وجود الحق سبحانه وهو راجل في الجانب الاخر بينفي وجوده لما بيبدأ الحديث بتاعه بيؤكد ان هو لا قدري بيؤكد انت موقفك ايه يا راسل بيقول لا قدري لما تشوف له بقى سلسلة الحديث يعني سيبنا من الكتب طبعا الكتب موجود فيها هو واضح جدا لا هو مش لا قدري لماذا لانه اكد ان مفيش حاجة بعد الموت طالما حضرتك بتأكد ان مفيش حاجة بعد الموت وان مفيش اله يبقى متقوليش انك لا قدري لا ده انت قدري بنص ده انت يعني واضح جدا فلكن وهو بيبدأ الحوارات والنقاش ياخد الموقف القوي الموقف القوي ايه على المستوى العقلي انت قول لي قدري اصلاح اعطي لمحات لشيخ الفلاسفة في القارن العشرين بيرتان دراسل بيرتان دراسل اتولد 1872 وتوفى 1970 يعني عاش 98 سنة قرب 100 سنة واصدر قربة مئة كتاب راجل حاجة مرسوعة مدهشة تخصصاته كانت كمان واسعة جدا يعني هو اصلا كلمة عن حياته هو اتولد من اسرة ارستقراطية انجليزية ارستقراطية جده مباشرة كان رئيس للوزراء في انجليزية مرتين هو طبعا حصل على لقب لورد كان عضو في مجلس اللوردات ابوه كان ملحد وهو مكتئب وده طبعا اثر في تعرفين حضرتكم التأثير الاب في الابن مهما كان الكلام اللي بتقال لكن ليه تأثير وهو مراهق برتن هو والده توفى وهو صغير والدته واخته راح عاش مع جده وجدته جده ده اللي هو كان رئيسه توفى وعاش مع جدته فترة من طفولته في الفترة دي كان شاعر في مراهقته بقى بدأ يشعر باكتئاب وفكر في الانطحار عدة مرات لحد ما بدأ يدرس الرياضيات فشغف يعني عقله اتملا بالرياضيات وحبها جدا وبيقول والف واحدة من كتبه ان ده اللي منعوا من الانطحار حبه لانه يفهم ايه العلوم الرياضيات وطبعا هو درس وتخصص فيها وبعد دخل منها عالمنطق ودخل منها عالفلسفة واصدر عدد كبير قوي من كتب المهمة جدا جدا بيحكي برضو في الوقت ده انه من سن 15 سنة لسن 18 سنة هو طبعا كانت تعارفين حضراتكم التربية دينية مسيحية لكن من سن 15 بدأ شوية اسئلة وتشككات فبدأ يقرى شوية في الموضوع بيقول بقى ان هو في سن 18 كان الحمد لله ربنا فتع عليه وقدرق ايه ان مفيش حاجة خالص ولا فيه اله ولا فيه حياة بعد الحياة الدنيا وعاش بعدها 80 سنة عشان يقنعنا بقى في الكلام ده هنا عايزة اقول حاجة مهمة اوي اوي بالذات للشباب يعني يعني اتمنى اتمنى ان احنا نتعلم انه حد زي ده اوكي انا راجل مؤمن هو راجل ملحد خلاص يبقى في الباب وحافى منه ايه يعني دي اكبر خطأ رؤية الابيض والاسود دي الدنيا مش ابيض والاسود والناس مش ابيض والاسود هتشوفوا حكمة الراجل ده الراجل ده اللي بنتكلم عليه ده بيرتند راسل ده ده عنده حكمة مهولة مهولة بقولك حكمة مهولة ان هو في جانب من الجوانب يرى رؤية انا اختلف معاها ده حاجة ما تخلهوش يفقد حكمته يعني فكرة ان احنا ننظر احيانا للفلاسفة او المفاكرين او بعض رجال الدين او اي مخلوق ان احنا نبصله على انه ابيض كده وانه كل كلامه مية مية تير قدمة السزاجة والحماقة احنا بشر يا جماعة في وذلك في طرصنا جملة بديعة كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا المقام على نبينا الكريم لانه النبي لانه نبينا النبينا طبعا كان بيخطأ برضو لكن رالحق سبحانه وتعالى كان رسحح له الخلاصة انه لازم نتعلم ازاي ننظر الى ان المفاكرين والفلاسفة وكل الناس اللي قادرين على انهم يقدموا حاجة للبشرية دول بشر بالتالي في بيبقى ممكن فيه جوانب خطأ سواء في فكرهم او في تصرفاتهم او في نظرتهم للحياة فالراجل ده هتشوفه قد ايه عند جوانب شديدة الحكمة والجمال يعني الحقيقة الراجل ده فعلا راجل عظيم واذا كان هو اخطأ من رؤيتي فدي مجرد رؤية ليه ان فيه بيني وبينه الخلاف في جانب من جوانب عظمته رؤيته العظيمة دي كلها هابدأ بالكلام الصعب بتاع الدين هو بنشوف ان الاديان كلها عبر تاريخة بشرية انا عايز اوضح رؤيته دي حضراتكم عشان نختلف معي اللي اديان كلها هي اشياء غير صحيحة ومؤزية وان البشر مخدوش من الدين غير الازية ايوة ده كلامه وبيضرب امثلة محاكم التفتيش في العصور الوسطى الاوروبية طبعا هو بيتكلم من منطق الدين المسيحي لكن هو الحقيقة هو وهو بيهاجم حد لله ربنا قرب وهاجم كل الاديان فبيقولك بحاكم التفتيش دي ايه بحاكم التفتيش طبعا ما عرفش حضراتكم اكيد عارفين العصور الوسطى الاوروبية محاكم التفتيش دي مأساة انسانية يعني البشر قرون طويلة كانوا بتعرض بيه كل اضطهاد كل اضطهاد اللي بيحدث من اي دين الى دين الاخر هزي العنصرية تنظر الدين الاخر ازاي يعني لما تروح تصلي الجمعة كده حضرتك عندنا وتسمح الراجل يتجلى كده ويخبط بقى في الاديان التانية مش معقول ايه العنصرية دي يعني كأنهم مسكين زمان في الحاجة بتفتيش دي كان فيه سقوق وفران يعني تروح حضرك تدفع فلوس وتاخد سقوق وفران يدخلك الجنة على طول فانت برضو هنا كأن الراجل بتاعنا هنا ماسك الباب بتاع الجنة وحيدخل التانيين دول النار ودخل دول ايه عم انت رضوان ولا فبيقولك انه محاكم التفتيش دي مثلا بيدرب مثلا ازاي الدين وبقولك طبعا هو بيتكلم على الدين المسيحي لكن هو عام ازاي كانوا بيحرقوا العلماء بيحرقوا السحرات ووقفوا ضد العلماء كان بيقول ازاي بتاريخ التطور البشري الكنيسة او الكنائس كانت وقفة ضد موضوع إلغاء العبودية يعني البشرية عايزة تلغي العبودية والكنائس رفضة لا هيفضلوا عبيد ليه عم يفضلوا عبيد ديت كلها يعني هو امثلة للمعاناة وطبعا بيتكلم على الحروب اللي قامت باسباب دينية طبعا انتوا حقيقة عارفين اوروبا الكاسوليك والبروتستانت والحروب اللي بينهم ثم الحروب حتى الحروب الصليبية اللي بين المسيحيين في اوروبا وبين المسلمين لغم انها طبعا كل هذه الحروب الدينية اجوز انا اتكلمت عليها في كده في حلقات سابقة هي لم تقم حقيقة للدين دي كلها لا اسباب سياسية والاسباب مادية مش اسباب دينية لكن تم استغلال الدين كما يتم استغلاله حتى الان بيتحط يفطى لكن الدين مدوش علاقة بيها لكن هو اتكلم على انه الدين بيخلي اقول البشر اقول خاضعة مش عقل حر وبيخلي بيقول قلوبهم بتبقى عنصرية مش قلوب منفتحة طبعا الملاحظات اللي هو بيقولها اللي انا بقولها دي فيها جنوني بصحيحة بالتأكيد يعني انا مش هخش انقضها واحدة واحدة لكن انا بكمل لك بحاول اوصل لك شيء من رؤيته هو بيقول الدين بقى متغلغ ليه في نفوس الناس يا عمي بيقولك بحاجة سبب بسيط قوي عشان البشر رضعوا هذا الدين وهم بيضعوا لبن الطفولة وهم رضع يعني الطفل صغير بيكلمه اهله وابوه وامه على الحق سبحانه وتعالى وان بيقولك بعد كده الانسان بيبقى مسخطر عليه الخوف الانسان بيخاف بيخاف من المجهول الخاف هيحصل ايه بعد الموت هو في الحياة خايف معرض لاخطار ففكرة انه وجود اله كأنه كده اب كده حناية ان يحافظ عليه فكرة مريحة جدا ده كلام رسل اللي انا طبعا مختلف معاه فس انا عايز اعرض رؤيته بيضرب مسلا طريب جدا كمان بيقولك ايه هو عمله في مقالة اسمها ابريق الشاي انت حضرتكو عارفين الانجليز بيهتموا بالشاي فابريق الشاي ايه يا عمي ابريق الشاي قالك انا حقول دلوقتي ان في ابريق شاي ايه احنا انت حضرتكو عارفين الارض بتدور في المجموعة الشمسية فالابريق الشاي ده موجود في الفضا، وبيلهف هو ايه ضمن المجموع الشمسية طيبء انا دراعت لابل fameHش cry مش هجوفه مش هقدر هو شوفه لكن الابريق الشاي ده بيلفه ادخيل ان لو موجود من قطب من الاف السنين مكتوب فيها ان هناك ابريق الشاي بيلف في المجموع الشمسية مين يقدر بقى يخش ينفيلي الكلام دي؟ لو جدع بقى انفه ينفيلي فيه هاتلي ازبات بقى ان مفيش ابريق شاي بيليفه طبعا هو ضرب المثل السخر هو اسلوبه رائع راجل دارس منطق ورياضيات وبيتكلم دائما بطريقة منطقية جميلة اسلوبه جميل وحجره قوية واسلوبه ساخر ارض فهو طبعا فيها ضرب السخرية وازن رسالة بتاعت ابريق الشاي وصلت لحضرتكم طبعا عمل هجوم كمان على التصوف تصوف في كل الاديان وفيه كلام طويل قوي عليه لكن هذا العقل المرسوعي غزير الانتاج متنوع الاهتمامات بدأ زي ما قلت لحضرتكم بدراست الراديات وبعدين المنطقة وبعدين عمل دراسات حول الدين وعمل طبعا في تاريخ الفلسفة الغربية وحكمة الغرب دي كتبه كتب مهمة جدا كان ليه دور سياسي مهم جدا وليه دور اجتماعي كان بينقض المجتمع وبيقدم رؤيته اللي ممكن نختلف معاها وعنده كتابة ايضا في التعليم وانه هو كان استاذ جامعي لفترة طويلة وفي جامعات عديدة وحنتكلم عنها دلوقتي وعنده رؤية في التربية هو بس ما اني قلت بتاع دي اقول كلمة هو عنده طبعا كتابة عن التحرر الجنسي حضرتكم عارفين بين بالذات بين الشباب في الجامعة وكده وده كان رؤيته الاجتماعية دي لها تأثير هنحكي دلوقتي هو كان اساسا كان استاذ في كامبريدش هو تعلم في جامعة كامبريدش في انجلترا وهو كان استاذي نيك لكن هو جاله عرض انه يروح يدرس في جامعة كاليفورنيا جاله عرض سنة 48 يدرس في جامعة نير يورك واخد بالحضرتك فهو الغريب بقى حصل حاجة غريبة جدنا عشان تعرفوا برضو يعني تمنا وبين احنا مش بعيد قوي مش بعيد قوي ازاي ني يورك مدينة ني يورك كلها لأسباب الناس قصاوسة هناك وبعدين دخلوا في القضاء ورفعوا قضية وبعدين احاكم الولايات ني يورك حصلت ضجة انه لما عرفوا انه برتيند راسل حيبقى اساس كورسي في جامعة ني يورك دارس فلسفة ورفعوا قضايا وحصل هجوم عليه في الصحافة جامد جدا وهجوم على الجامعة نفسها قدرت الجامعة اللي تسمح انها تجيبه اساس زي ده زي ده ازاي مش فاهم يعني هما شايفين انه هو متحرر اكتر من اللازم واتهم بالتهمة التي يتهم بها سكراط العظيم انه يفسد الشباب يفسد الشباب المهم الدرجة اللي حصلت ده قدت انه العقد اللي كانوا عاملينه معها جامعة اقتارت انها تفساخه ومغيب انه ساحب بعد كده لجامعة هارفورد ودرس في امريكا كتير وفي جامعات كتير عدد كبير جامعة كاليفورنيا وجامعة شيكارو وعدد من الجامعات بس في وقت الدرجة دي كان صديقه العالم العظيم البرت انشتاين طبعا كانوا واقف معاه وفيه كل الكبار الاساسات زلحية في الولايات المتحدة كانوا واقفين معاه بس انشتاين قال عنه جملة جميلة جدا بيقول الارواح العظيمة اللي هو بيتكلم على البرت اندراسل الارواح العظيمة تجد دائما معارضة من الاشخاص متوسطة المقدرة فهؤلاء لا يمكن ان يفهموا الامر حين لا يخضع الانسان دون تفكير للتعصبات المتوارثة لكنه بشجاعة وشرف يستخدم عقله الحقيقة الجملة بتاعت انشتاين دي حقيقة انطبق على راسل بارت اندراسل تماما هذا رجل شجاع مستعد ان يقف امام المجتمع مستعد ان يقول رأيه الحر وانا طبعا بقدر دي تماما مهما اختلفت معا حضرابلكم مثلا كان فيه لما قامت هو الحقيقة الجانب بقى السياسي بتاعه ده خارق خارق في سنة 14 حدثت حضرتكو عارفين الحرب العامية الاولى كانت من 14 ل 18 سنة 14 هو كان ضد الحرب تماما وكتب ضد الحرب لدرجة ان فيه واحد شاب كان فيه تجنيد وكده رفض انه هو يوحي حرب انجليزي فلانه الديانته المسيحية تمنعه من انه يحمل السلاح ويقتل فبيرتان دراسل اللي هو ضد الدين خد بالك وضد المسيحية كتب يدافع عن هذا الشاب وعن حقه في انه يرفض انه يحمل السلاح ويقتل انسان اخر وهو كان ضد الحرب العالمية الاولى تماما وكتب ضدها وفقد وظيفته كاستاذ في جامعة كامبرج من اجل موقفه السياسي وسجن كمان وسجن سجن مرتين بيرتان دراسل مرة في الحرب العالمية الاولى وكان شاب يعني ومرة سنة 61 كان شيخ يقترب من التسعين رجل في التسعين كان بيزر مظاهرات هنقول دلوقتي فالحقيقة هذا الموقف بتاع هذا العقل الحر صاحب الرأي اللي انت تختلف معه او تتفق لكنه هو رجل صاحب رأي ومستعد ان يعلن رأيه ضده كل حاجة هقولكو مثلا حضرتك هو خسر زي ما قلته ووظيفته كاستاذ في جامعة كامبرج في الحرب العالمية الاولى اللي موقفه مضاب للحرب ومع ذلك لما جي هتلر هو بقى واقف ضد هتلر هو طبعا في انجلترا وهتلر في المانيا بس يعني هو كتب حملة ضد هتلر وقف ضد ستالين لما جيه في روسيا وكتب ضده هاجم الولايات المتحدة في حربها مع فيتنام دايما ليه موقف سياسي محترم عمل محكمة دولية هو رجان بول سارتر عشان يحكمه الولايات المتحدة في جرائمها في فيتنام وقف ضد الاسلحة النووية وعمل بيان مع البرت انشتاير ضد الاسلحة النووية وتسبب في سجنه للمرة التانية سنة واحد وستين وهو يقترب من تسعين من عمره هو ايضا وقف مع مظلومات الشعب الفلسطيني ضد بلده وضد اوروبا وضد امريكا وضد اليهود بتوع العالم رجل بطل يعني صاحب عقلية عقلية كبيرة وصاحب كلمة حق تختلف او تتفق لكن استاذ استاذي دكتور زاكي نجيب محمود هو استاذ دكتور عطف العراقي استاذي فهو يعني فيما قامل جد استاذ استاذي دكتور زاكي نجيب محمود وده طبعا من كبار مفكرين وكتابنا العظام عنده كتاب عن بيرت اندراصل كتاب مهم اوي من الحاجة الجميلة اللي بيقولها من ضمن حاجة كتيرة في الكتاب انه الفلسفه التجربية دي طابع الفلسفه الانجليزي فرانسيس بيكون كان في القرن السيطة وبعده جي جون لوك دول كلهم فلاسفة انجليش تجريبيين من المذهب التجربية جون لوك في قرن السبعة عشر ديفيد هيوم في قرن الثمانتاشر جون ستورت ميل قرن ساعتاشر جونستورت ميل ده مهم اوي اكتر واحد اثر من الفلاسفة في بيرتاد راسل وكان فيه صلة يعني راسل جيه في القرن العشرين وهو نفس الفلسفة الانجلسية التحليلية التجريبية واللي طلع منها الفلسفة اللي تسمى الوضعية المنطقية اللي الدكتور زاكي نجيب محمود كان يعني احد اتباحها او الممثلينها في مصر وان شاء الله يبقى ليها حلقة بيرتاد راسل رأيه في التربية ان تربية الطفل اللي هاجب ان احنا نربيه على الخضوع احنا مش عايزين اطفال يبقى خضعين للمجتمع لا احنا عايزين عقول حرة عايزين عقول تفكر بحرية واستقلال ويتمتلك الشجاعة في التعبير عن رأيها زي هو شخصيا من مفاجآته اللي عبر عنها بشكل واضح انه في سنة 14 الحرب العالمية الاولى اللي هو كان واقف ضدها تماما وكتب ضدها وضحى من اجل موقفه السياسي انه هو فوج تماما لما نزل الشرع في سنة 14 بجترة ولقى الشعب فرحان قوي بقيام الحرب وشيء يعني بقى مش بقى اروبا اروبا هي مهدل يعني قمة الحضارة الغربية تبقى تخش في الناس حيما قوتوا بعض بالطريقة الهمجية دي حنعود لعصر الهمجية والقتل والانسان يقتل اخوه الانسان كان متأثر بفرحة الناس بالحرب الحقيقة موقف راسل بالنسبة للحرب العاملية التانية كان مختلف لانه كان شايف قد ايه الهتلر والنظام الناسي بيقود البشرية اللي خطر شنيع وطبعا كانت ريته صحيح في بدايات الثورة هو على الفكرة من ضمن الحاجات اللي قال عليها هو طبعا كان معترض على نهاية الحرب يعني في معاهدة فرساري اللي حصل من طاعة الحرب لقوله هو كان رفضها وقال انها دي مش هتحقق السلام وطبعا فعلا كانت رؤيته سليمة وعمت الحرب العاملية التانية كان بيقول ارضا ان الحرب العاملية الاولى كانت السبب وطبعا ده ليه جزء من الصح سبب في قيام الثورة البلشفية سنة 17 في روسيا طبعا ليه حق لان روسيا كانت مشتركة والجلس الروسي كان عمالها تلقى هزائم فكانت ساعدت على ان البلشفة الشعيين يقوموا بصورته هو راح بقى برتند راسل سافر وراح يقعد مع لينين ومع تروتيسكي ومع قادة الصورة الشعيعية والغريبة لما قعد معهم على فكرة الكلام ده كله اجمل لحاجة انك تشوفه دلوقتي حياتك ممكن تخش عن نت وتشوفه وتشوف راسل وهو بيحكي لك عن الشعيعية وعلى قادته مع لينين انه اكتشف انه الله الناس دول هو كان معجب هو كان معجب خد بالك بالفكر الشعيعي فكرة الاشتراكيه لان هو راجل رغم انه الاستقراطي لكن هو كان دايما يوفي دافع عن الجماهير ويدافع عن الفقرة وفكرة المساوية وفكرة انه انه يشعيشوا حياة انسانية كريمة كانت فكرة ففي الاول كان فيه دارة متعاطف لما راح بقى هو قاعد معهم وشافهم وبعدين سافر بعد كده الصين وشافها حرف انه النظم دي في الاخر دي نظم ديكتاتوري يعني مفيش يعني هو في برضو حديث من حديث اللي موجودة عن نت بيتكلمة بيقول له عن اهم مفكر أو أهم فلسوف في العالم. فقال له أهم فلسوف في العالم هو كارل ماركس. أهم فلسوف العالم هو كارل ماركس. ليه؟ قالت له ما فيش حد أثر في البشرية زي كارل ماركس أثر. كارل ماركس ده في وقت ما كان يحكم نص العالم فكه يعني. لكن قال له طب وقال له المشكلة حكتين. المشكلة إنه وهو بيدافع عن طبقة البلوريتاريا اللي هي تعرضت لظلم شديد. وحضراتكم عارفين دينا حلقة سابقة عن ماركس. قال انه هو نظر اللي اقتبقت البرجوازية ازاي. نظرناها بعداء وكرهية. البرجوازيين دول ندبحهم. فقال ان دي فيها حاجة مش انسانية. يعني الفلسفة نفسها في اصلها فيها جانب تدميري. فيها جانب تدميري. انت او متعاطف مع البرجوازيين. ماشي وانا كمان متعاطف مع البرجوازيين. لكن مش معنى كده ندبح البرجوازيين. هو طبع خد بالك ان راسل نفسه من البرجوازيين. لكن هو مشكلته عندما راح الدول سوائر روسيا او عندما راح لتحاد سوبيتو وحصين. شاهد النظام بقى الديكتاتورية وهي بتتشكل وشاهد العقليات. ان سيطرة البروريتاريا في الاخر هي سيطرة حزبا. هي سيطرة مجموعة من الناس. هو هتبقى الشعوب دي وشاهدها بعد كده. هو كتب ضد ستالين. هتبقى شعوب ديكتاتورية. والانسان الفرد. هافقد حريته. وافقد قرامته. وافقد قرامته. وافقد حضرته على التعبير. وكل الحاجات اللي حضرتكم عارفينها. الناس اللي عاشوا او بيعيشوا تحت نظم ديكتاتورية. اه بان الحاجات اللي بقولها ان على المفكر الحر الفيلسوف. ان يحتفظ بالشك دائما. اوعى تكون على يقين. لازم تبقى دائما شاك. طبعا. انا باختلف مع الكلام ده. لانه بس الحقيقة اصلا العقل. العقل وعمر ما حيوصلك للقين. انت بتصل للقين بقلبك. قلبك هو اللي حيوصل. وقلبك هو اللي حيوصلك وقال. الا من قتى الله بقلب سليم. اه. هو اه. برتد راسل. الحقيقة رجل شجاع كان دايما بينقض السلطة. وهاجم حتى النظام الملكي. خد بالك ده لورد. لكن هاجم برضه النظام ده. وكان دايما بيقف مع الفقرة والجماهير. وهو كان مستعد الحقيقة ان يدفع ثمن مواقفه. يعني لما تتخيل حضرتك بروفسير حصل على جائزة نوبل الف وتسعمائة وخمسين. جائزة نوبل الفلاسفة اللي خدروها هو خد نوبل في الادب. طبعا في الادب. او ليلين اوي. زي ما الحلقة اللي عملناها عن هنري باريسون. اه فهو ايضا حصل على نوبل. لكن هذا الراجل اللي حصل على نوبل سنة خمسين. كنت تلاقيه اه في الستينات نازل مظاهرات وهو في التسعينات من عمره. اه نازل مظاهرات اه ضد ما يحدث في الفتنان مسلا. فالحقيقة يعني بشكل ما هو هو بطل حقيقي. اه مفكر حر بيدافع عن رأيه وبيدفع ثمن ده. اه حاجة عن حياته الشخصية الخاصة. اه هو تزوج اربع مرات. بيرتان دي راسل بتاع الحريات الجنسية ده تزوج اربع مرات. المرة الاولى كان عنده اتنين وعشرين سنة. اه اه ما كان انجبش في الفترى دي. وبعدين اتجاوز في المرة التانية كان بقى اقترب من الخمسين. زوجته بقى زوجته التانية دي وهو بيقترب من الخمسين وهي بتتتجاوز كانت حامل في الشهر السادس كانت تتتخلف منها الولد والبن اه وهوبيقترب من الاربعة وستون سنة لمستحر تقريبا. اتجاوز الزوجة التالتة. ودي كانت مربية بتاعت الاولاد تلتها وخلف منها ولد. الزوجة الرابعة جاوزها هو في الثمانين من عمره. هي الراجل عظيم. فيه حاجات جميلة جدا من الأخوال ولازم أذكرها. هو بيقول أنا عشت من أجل تلت مشاعر أساسية. وهي المشاعر دي غمرت حياتي وأثرت في تفكيري كتير جدا. على فكرة يعني برضو أستأذنكم تجربتي يعني. أنا طبعا طول حياتنا أنت حضرتكم عارفين بنقرأ بتعامل مع الكتب. بس عايز أقول حاجة مهما تقرأ لمفكر أو فيلسوف في كتابه اللي هو كتبه بألمه. حاجة وإنك تشوفه وهو بيتكلم حاجة تاني. تشوف طريقة النطق بيقولها إزاي. بتتكلمه بس عن الحياة هل في حياة أخرى يقولها نونسنس. ولا حاجة كلام فاضي مفيش حاجة اسمها خزعبلات. يعني أحيانا رؤيته بيتحدث أصادك شيء تاني الحقيقة. المهم نرجع للثلاث حاجات اللي قصروا فيه. وهم مهمين أو تحسوا ان راجل فيلسوف حقيقي. ثلاث حاجات في الحياة كلها تجربته في الحياة. الحب بيقول إنه إن هو قضى حياته وعنده لا فايلة الحب. وإنه الحب ده بيديه بهجة وسعادة. الحق للإنسان بهجة وسعادة. بتقسر عاجز الوحدة الوجودية اللي ممكن إنشان يشفيها. فالحب ده هو الجنة اللي متخيلة اللي ممكن يصل إلى الإنسان. كلام عاشق ورجل صاحب تجربة. الحاجة التانية بتكلم على البحث عن المعرفة. يعتبر الفحث عن المعرفة ده كان جزء مهم جدا في حياته. أنا قلت لكم وهو مراقن حينتحر. واللي منع الانتحار هو رياضيات البحث عن المعرفة. حاب يفهم هذا العلم ويتخصص فيه ويتعمق فيه. وطبعا ده دراسات في رياضيات يعني كان بيونير يعني. هو بيقول إن هو حاول في السكر البحث عن المعرفة. ويعني لكن هو طبعا بتواضع بيقول إن هو نرح قليلا. وبيقول إن الحب والمعرفة دول بيرفعوا الإنسان إلى السماء. الحب والمعرفة. تيجي الحاجة التالتة الشفقة. وأقول لكم أمالش أذكركم في حلقة من الحلقات حكمة الحياة عنوانها حصرة على العباد. وهو بيقول إن هو دي بقى اللي بتعيدك للأرض. بعد ما الحب والمعرفة تطلعوك السماء يرجعك للأرض الشفقة. بيقول. بكاء الأطفال. المجاعات. الناس اللي بيتعذبوا في المعتقلات. الناس اللي بيتعذبوا في المعتقلات. العجائز. العاجزين. اللي أبنائهم مش قادرين يشدوهم أو يعني حاسين إنهم عبق عليهم. حاجات كثيرة في الحياة. حاجات كثيرة في الحياة. يعني تخلي الإنسان اللي يشوفها يتأثر جدا ويشعر بشفقة شديدة على البشر. وعلى حياتهم. يعني الحقيقة البشر إحنا عارفين في الحياة بيعانوا كثير جدا. والأسباب كثيرة أوي. عنده رسالة بيوجهها للأجيال القادمة. رسالة في غاية غاية الحكمة والجمال. بيقول إن هو يوجه رسالة مكونة من شقين للأجيال القادمة. إيه يا أستاذنا. بيقول في جانب منها فكري وجانب منها اخلاق. الجانب الفكري بيقول فيها إنك لما تيجي نصيحة. نصيحة مهمة قوي. لما تيجي تدرس أي موضوع. أو تبحث أي فكرة. أو تتأمل أي فلسفة. عليك إنك تركز فقط على حاجة واحدة. عارفين إيه؟ الحقيقة. الحقائق. اوعى تخلي اللي انت ترغب فيه أو بيولك الشخصية. أو تقول إن دي حاجة ممكن تنفع الناس أو تفيدهم. اوعى تخليه حاجات يتأثر عليك. لازم تكون تركيزك على الحقائق. والحقائق فقط لغير. طبعا كلام أكتر من رائع. الجانب الأخلاقي بيقول جملة بقى حكيم الحكماء. بيقول الحب حكمة. يعني الأنسان الحكيم ممتلئ حب. لا يقدم إلا حب. وإن الكراهية حماقة. والإنسان الأحمق هو اللي عنده كراهية. بص جواك حضرتك. لو عندك حب. لو بتقدم حب الناس دي قمة الحكمة. لو جواك كراهية دي قمة الحماقة. الحقيقة ، فهو منتهى الحكمة. بيقول العلم هو اللي احنا نعرفه اما الفلسفة هي اللي احنا لا نعرفه. طبعا جملة لطيفة. الفلسفة مش كده بالضبط. لكن هي جملة لطيفة. بيقول برضو جملة ثانية أن الإنسان بيقول إتجاهل. بس مش غبي. لكن التعليم هو اللي بيقع له غبي. طبعا هو ها هنا يقصد التعليم. مش التعليم الغربي الآن. التعليم بتاعنا خليه غبي قوي كمان. سر السعادة في الحياة هو ان الانسان يتقبل حقيقة ان العالم بشع. هي طبعا مش موافقه خالص. العالم مش بشع. العالم مش بشع. العالم بنشوفه حسب نظرتنا. مش حشب. بيقول حاجة لطيفة بيقول ان هو شايف ولد بيدرب ولد اصغر منه. فتجدل معه. فقال له الولد اللي بيدرب قال له الاولاد اللي اكبر مني بيدربوني. وانا بيدرب الاصغر مني. فهو بيقول وده عادي. فهو رسل بيقول ان الولد ده لقص طريق الانسانية كله. هي طريق الانسانية كله. ان الاجبر الاخوة بيدرب الاضحب. سنة 1927 كتب كتابة يا كات محاضرة وبعدين مقالة طويلة وتعملت في كتاب اسمه لماذا لست مسيحية. بيقدم فيها الهجوم اللي قلناه على المسيحي وعلى الاديان. المفرقة ان 1937 بعدها بعشر سنين. الاستاذ اسماعيل ادهم في مصر هنا كتب كتابه ولماذا انا ملحد ورد عليه محمد فريد وردي. هو يتصور رسل ان الدين الصحيح هو يعني عنده دين خاص الحقيقة. وبالكلم عن دين الصحيح ده بيحقق لما يحقق العدالة الرحمة المحبة. وانه لو يجعل الناس سعداء يعتبر ان ده هو الدين. الحقيقة ان ده كان الدين فعلا. لكن الحقيقة ان اللي هو بيتكلم عليه ده الدين الصحيح. لا هو ده الدين الصحيح فعلا. مش حاجة تانية ولا حاجة. واللي انت شفته اخطاء دي دي مش الدين. ده الناس بتوع الدين. اللي هما بيعقوا يعني. قبل بانه بس فيه حاجتين كده صغيرين. واحدة منهم بيجرب على سؤال في غاية القوة. هو راجل اعلن ان هو مش مؤمن بوجود اله. واعلن انه مفيش حاجة بعد الموت. طيب. ففي واحد مزيع بيسأله. بيقول له. طب افترض ان انت بعد الموت افترض انك انت بعد الموت وجهت. الحق سبحانه وتعالى وجهن لوجه ربنا. حتقول له ايه. انا مش مصدق الكلام ده. لكن اذا حصل. ان انا لقيت وقصادي. حقول له الكلام ده. حقول له ايه. حقول له انا بحثت عنك بجدية. وقعدت افكر كتير. وطريقة منطقية. ودورت عليك باي طريقة علمية. وما لقيتكش. وما لقيتش اي حاجة. انت ليه بيكلم ربنا. انت ليه محطتش ادلة منطقية وعلمية على وجودك. يعني هو درا اللي بيرد بيه على الحق سبحانه وتعالى. اه. في حدثة مهمة جدا. حصلت اه ليه. اه. بالسنة قبل ما اقول هو توفى. اتنين فبراير سنة سبعين. وبعد وفاته اكتلت ايام تم حرق جسده. تبقى اللي هو صيته. لم يدفن. والرماد اه. نصروه فوق جبال ويلز. في بلد انجلترا. اه. بس في حكاية هو حكيها. عاليوتيوبس ايضا. اه. حكاية انا يعني هنهي بيها. اه. كلامي عن بارتان دراسل. يجوز يكون في حلقة تانية لجانب من جوانبو. لان رجل بديع الحي. الحلقة دي. اللقطة اللي اقولها دي. ده هو اللي قيلها بعظمة لسانه. موجودة عاليوتيوب. بس فكر فيها وتأمل. سنة تسعة واربعين. كان عند بيرتاند راسل سبعة وسبعين سنة. على فكره هو قاعد يدخن بايب سبعين سنة على كلامه. بيقول بقى في الكلام ده. بيقول ان البايب دي. التدخين. بس قالوا على التدخين انت بتدخن انت مدخن. قالوا وابدخن بان سبعين سنة. مفيش حاجة. ما حصلش حاجة. فقال له. من قال له بقى التدخين ده. راسل بيقول. التدخين ده انقص حياتي. التدخين انقص حياتك ازاي. ازاي عم راسل. اسمع الحكاية منه. سنة حوالي سنة تسعة واربعين كان راكب طائرة. الطائرة دي كان فيها اماكن حضراتكم عارفين في الوقت ده. دلوقتي بقى الممنوع تدخين في الطائرة. لكن في الوقت ده كان فيه اماكن للمدخنين واماكن لغير المدخنين. فهو طبعا لانه بيتدخن فقعد في اماكن المدخنين. الطائرة تعرضت لحادث. تخيل حضراتك طائرة لحادث. فهو بيقول على كلام مرسل نفسه انه الحادث ده ادى الى انه كل الناس اللي كانوا قاعدين في كراسي غير المدخنين ترفو. بينما الناس اللي قاعدين في اماكن المدخنين نزلوا في الماء. فهو عام في الماء. ونجي. نجي من الحادث الطائرة. نجي من الحادث الطائرة. فلما وصل كان عندك كوبنهاجن. دانيماني. فصحفي من كوبنهاجن بيقول له فانسوف كبير بقى راصل وسبع سبع سبعين سنة وحصل على نوبل سنة خمسين من. فبيقول له انت لما حصلت التجربة دي ما فكرتش في ربنا. ما فكرتش في الاخرى. وبتواجه الموت بنفسك. وبتواجه الموت بالخطورة دي. وبقين في السن ده بيعوم في الماء ساعة جدا ونجي. فقال له لا ما فكرتش في الكلام ده كله. انا كنت بفكر بكرة. ان الانسان في السن ده ويتعرف للحادث ده فيطلع منه ان انقاذه هو البايم وان الدخان وان الماء كانت ساعة. مش هاد اقول حاجة اكتر من كده. لكن هذا الفلسوف الكبير يعني ان شاء الله يكون لنا معه لقاء اخر. تعلمنا منه كتير. واختلفنا معه لكن تعلمنا منه. وحضرتكو عرفيه احنا دايما بنبحث عن الحكمة. لان الحكمة ضلت المؤمن. ورأس الحكمة ما خافته الله. ترجمة نانسي قنقر